وللمزيد معنا من القاهرة الباحث في الشأن اليمني ماجد المدحشي أهلا بك سيد ماجد بداية أي معلومات معروفة عن محمد عبدالله عاطف محمد عبدالله عاطف يبدو أنه كان قندي قندي حوثي سبقا قتل أخوه في المعارك أيضا مع العوثين على القبهة الشمالية تحديد القبهة في الأراضي السعودية ويبدو أنه أخفي محمد عبدالله عاطف ينتمي إلى آنس تحديدا إلى قرية قرد نعر وهي ذاتها قرية الصحفي محمد عايش ولذلك اطلاع وثيق في الحالة مقمل المعلومات تقول أنه توفى وحتى الآن يعني مؤخرا كما أشار محمد سلمت يعني تم التفاوض على تسليم القثة مع رغبة بطير الكتمان حاول محمد عايش مع آخرين الوصول إلى كشف الحقيقة يعني تسمية الطرف المسؤولة والأطرف شخص المباشرين اللي قاموا يتحملوا مسؤولية قتله وإيجاد تفسير لذلك كل ذلك قوبل بالصد كان منشوره تفصيليا واضحا نعم يشير إلى جملة مركبة من الانتهاكات تطالت هذا الشخص وأسرته عندك أي تفسير لما يمكن أن يكون وراء مثل هيك عمليا لشخص ابنهم يعتبر في أكثر من تفسير فيه هوس أمني عند الحوثيين يعني أولا هو يعزو محمد عايش الموضوع الممارسة إلى جهاز هو عادة اسمه لم يعرف سابقا وهو جهاز الأمن الوقائي واضح أنه هذا أحد الأفرع الأمنية القديدة الذي استحدثها الحوثيين لمحاولة حماية أنفسهم من الاختراق لدى الحوثيين قلق أسيسي قلق واسع من كون الناس ينفضوا من حولهم بما فيهم الجموع المقاتلة هذا الهوثي يقع له يعمل أكثر من خط أمني للتأمين سواء جهزة الأمنية التقليدية التي هي تحت سيداته الأمن السياسي والأمن القومي بالإضافة للجهاز والتنظيم التقليدي واضح أنه أنشأ ذراع أمنية إضافية تختص بالتفتيش عن أي تغارات أمنية محتملة بما فيها أفراد المقاتلين في القبهة هل قصة محمد عبد الله عاطف حالة خاصة اكتشفناها لأنه الصحفي هو من نفس المنطقة منطقة آنس أم أنه هناك معلومات عن حالات أخرى أصبحت معروفة وموثقة طبعا هناك حالة تعذيب متعددة تم توثيقها يعني لا تختص بالنسبة مع لي سيد ماجد مرتبطة برجالات الميليشيات لأنه هذا ابن جلدتهم حتى الآن لم تحدث إعلان كشف واقعة مثل هذه الواقعة أو لا تذكر غيرها لكن بتقديري هي ليست حالة فريدة أقصد يعني واضح أنه هناك نمط من الممارسات بدأ يتسرب الآن يعني لو تجد في التعليقات على المنشور الذي نشره محمد عايش سيجد الكثير من جمهور الجماعة ينشر أكثر من قصة تتعلق بعدد من المقاتلين الذين اختفوا بدون بيان كيف اختفوا وقتلوا أو قتلوا في إطار عملية تحقيق اجتباه أمنية فيهم رغم أنهم مقاتل في الجماعة يعني إذا تمت مراقبة تحديدا هذا يفصح النمط من المسلوكيات الأمنية المتوترة التي تطيح بعناصر الجماعة أيضا طيب ألا تؤثر على الجماعة نفسها مثل هذه الممارسات على المدى الطويل نعم بس هي الآن تتحول يعني بتقديري التوتر الأمن هذا يتصاعد حدته كلما تصاعد حدته سيؤدي إلى تشويش عليهم يعني في الأخير لا أحد يريد أن يقاتل بينما هناك من يصوب سلاح إلى ظهره يعني هذا بيخلق نتائج عكسية بالتأكيد بس عندها من خلال الأيديولوجية تعيتها هل هناك طريقة للتسامح إذا ما قامت بأي عمل تجاه رجالاتها أم أنه لا الموضوع يختلف كليا هل من المبررات يمكن أن تقدمها بناء على فكرها لتقنع الشارع بأهمية ما يجبها هي غير معنية هي واضحة أنها غير معنية يعني لديك النموذج المكتف الذي قدمه محمد عايش النموذج المكتف هو يعكس نمط استقابة الجماعة لهذا الانتهاك يعني حاولت التمويه ثم حاولت تضليل الأسرة بأنه حي ورسل رواتب ثم في الأخير ضغيرت من كونها تحت الضغط لهذا فقالت لهم استلموا القثة واسمطوا عن الأمر أقصد لم تحث شهد القناعة أي سلوك سواء إيدولوجي أو مبررات إيدولوجية أو سياسية أو أمني يكتفت بأنها تفرض أمراً وتتوقع من الأسرة أن تستقيب له يعني هذا هو نسق نسق طاغوتي نسق استبدادي مش طبيعي سيخلق نفوراً يعني كان معنا من القاهرة الباحث في الشأن اليمني ماجد المدحشي شكراً جزيلاً لك قال وزير الخارجية اليمني